اشتركوا في القناة هل شعورك فيها يساوي شعورك لو أنه كلمك وأخذت تتحدث إليه مباشرة وتكلمه طبعا طيب ولله المثل الأعلى إذا أردت أن تخشع في الصلاة فلا تقل ألفاظ الصلاة كأنك تسجيلها فقط لتنتهي من الصلاة لا بل قلها واستشعر أنه يوجد من يسمعك ويرد عليك وأنك الآن توجه هذه العبارات إليه لست فقط تسجيلها تسجيلا نعم يوجد لدينا يقيم كالشمس أننا بين يدي الله يكلمنا ونكلمهم فكلمه يكلمه كلمه قل له الحمد لله رب العالمين واستشعر أنك تقصد من الحمد لك أنت يا ربي إنه سوف يرد عليك وأنت في الصلاة نعم سيقول لك حمدني عبدين كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنت كأنك تسمع جواب ربك عندما قال حمدني عبدين قل له ما تشاف السجود من طلبات ورغبات أيضا من كل ركن ركن قل له أنت أكبر من كل شيء قل له الله أكبر ثم قدم له التحية في آخر لقائك معه وقبل الوداع بقولك فأنت تحييه لتودعه المهم استشعر المناجاة بأنك تخاطبه وتوجه الكلام إليه عندها والله ستتغير صلاتك سيكون أحلى لقاء لك مع الله جربه اليوم ولاحظ الفرق ترجمة نانسي قنقر